الى فلسطين عزيزي المشاهدين حيث كشف مركز أحرار للدراسات الأسرى عن عدد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتمسوا خصوصا جانب العبادات في شهر رمضان ومن ذلك عزل خطباء الجمعة ومعاقبتهم ونقلهم إلى سجون أخرى كما ذكر مركز أحرار أن الأسرى يتعرضون إلى العقاب في حال أدائهم للصلاة بشكل جماعي في ساحة السجن وتمنع إدارة السجون إدخال الكتب الدينية وغير الدينية إليهم عن طريق الأهالي كما تمنع توزيع الطعام عليهم بما يتناسب مع تواقيت شهر رمضان ويلفت الأسرى المحررون إلى أن مجمل القوانين التي تتعامل بمجبها الإدارة الإسرائيلية تمس حرية العبادة وتنتهك حقوق الأسرى وأن هناك حالة من الغضب تجاه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للتعليق حول تلك الانتهاكات أرحب بمدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفش وهو معي عبر الهاتف من رام الله فؤاد خفش أرحب بك في حقوق الناس بداية هل لك أنت ضعنا في صورة ما يرتكب من انتهاكات لحقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية في شهر رمضان واستفحال هذه الإجراءات الإسرائيلية في هذه الأيام؟ بداية انتحياتي لكم ولكل من يسمعنا الآن أخي يجب أن يعلم الجميع أن شهر رمضان في داخل سجون الاحتلال لا يختلف إطلاقا عن باقي شهور العام لا قدوسية ولا حرمة ولا شيء يميز مثل هذا الشهر إطلاقا يعني مصلحة السجون تتعامل معه كأي شهر من باقي أشهر هذا من جانب الأسرالي ولكن الملاحظ أكثر أن الإجراءات الاستفدازية في هذا الشهر تكشر ويتعمد مجراء مصلحة السجون ومجراء السجون إجراء تفتيشاتهم في أوقات قبل الإفطار مثلا بنصف ساعة ومن المعروف أن عملية التفتيش لأي ورفأة أو لأي قسم تستغرق في أقل تقدير من 15 ساعات يعني آخر تفتيش تم إجراءه قبل أيام في سجن نفعة 13 متواصلة استمر هذا التفتيش بمعنى أنه دخلوا عليهم قبل الإفطار أمروا إلى ما بعد السطور خلال هذه الفترة لا يستطيع الأسرى يتم نقل الأسرى من الغرفة والمكان الذي هم به إلى غرفة أخرى مجاورة تكون خالية من أي شيء ولا يستطيع الأسرى أن يجدوا أي شيء من الاحترار يعني منذك خطوات استجاجية يرفضون الوقوف يرفضون الحديث مع الإدارة يضربون على الأبواب ولكن يعني مصلحة السجون لا تلقي بالا لمشل هكذا القطوات الذي أريد أن أتحدث إلي أن الاتهاكات الدينية بحق الأسرى والمعتقلين بشكل عام في كل أوقات السنة هي كبيرة وجسيمة يعني مصلحة السجون الآن تفرض على الحركة الأسيرة أن يتم كتابة خطبة الجمعة كتابة وتسليم هذه الخطبة إلى إدارة السجون فؤاد قبل ذلك هل إدارة السجون الإسرائيلية ملزمة من خلال القوانين الإسرائيلية التي تتعلق بحرية العبادة والقوانين الدولية التي تضمن حرية العبادة بأن لا تكون إجراءاتها فيها أي انتهاكات أو أي مس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في رمضان وغير رمضان يعني أخي الكريم يعني حرية العبادة مكفولة في جميع العراق الموافق القوانين الدولية والعهود الدولية الخاصة المدنية والاجتماعية تكفر ذلك وكذلك يعني اتفاقية جينيب السالسة والبرتكول التكميل يتحدث عن ذلك بشكل تفصيل حرية العبادة بغض النظر ما هو دين هذا الشخص وما هي ملة إسرائيل فوق كل هذه القوانين إسرائيل لا تلقي بالا إطلاقنا إسرائيل يوم الخميس قامت باعتقال طفلة فلسطينية عمرها 16 عام اسمها هديل أبو تركي هذه الطفلة يعني كل أشكال وعوامل البراءة موجودة في هذه الطفلة تم اعتقالها وهي متوجهة في الصلاة في الحرم الإبراهيمي وحدثت مشادة ما بينها وبين مجندة على إسرها تم اعتقال هذه الطفلة وهي أقل من 16 عام يعني وأنتم تمعتكم تتحدثون عن اليونيسيف وأين دور اليونيسيف لأطفال سورية وكذلك أين دور اليونيسيف هنا في فلسطين ولماذا تعرض له أهل فلسطين إسرائيل دولة تقوم بسن قوانين جميع هذه القوانين تعتبر مخالفة للعراف والمواثقة والقوانين للدولية لا تقوم بممارسات تسون قوانين يعني يجتمع ما يسمى الكنيسة الإسرائيلية بشكل دوري ويقوم بوضع قوانين وثن قوانين هل لك أن تعطينا فؤاد هل لك أن تعطينا قانون مثال على تلك القوانين يتناقض مع حرية العبادة يعني أنا فقط يعني أنا أقول لك مثلا على قوانين كثيرة الآن من ضمن هذه القوانين قوانون يمنع زيارة المحاملين للإلتقاء بموكله قانون يسمح بعزل الإنسان لمدة عشرة أعوام وهذا قانون موقع عليه بالكنيسة الإسرائيلية قانون يسمح بتعذيب الشخص لانتباع الإسراف بالقوة واستخدام وسائل ممنوعة دوليا وهذه القوانين لدينا أرقامها قانون بيتون قانون بني يعني قوانين يقوم بتخزينها أعضاء كنيسة قانون درور الأحيل وهؤلاء تسمى القوانين بإسماء أعضاء كنيسة كل عضو كنيسة نازي أو حاقد بده يتسجل قانونه بإسمه بقدم مسودة قانون للكنيسة وبالطادخ وبالقوة إذن فؤاد الأسراء الفلسطينيون كيف يتعاملون مع هذه الانتهاكات الصارخة وهل احتجاجاتهم الذي ذكرتها أثرت في تغيير إدارة السجون الإسرائيلية لإجراءاتها ولموقفهم يد واحدة لا تصطق والأسراء لوحدهم لا يستطيعوا أن يفعل شيء ولكن إن تحرك الأسراء وتحركت معهم المؤسسات الدولية وتحركت معهم الشارع الفلسطيني وتحركت معهم مسائل الإعلام فأنا على الأقل أن هناك تحرك بحرات فلسطين أفضل وتكون هناك خوف من مثل هكذا انتهاكات إذن لماذا لا يتحرك الشارع الفلسطيني إذا كانت هذه الانتهاكات الصارخة انتهاكات متواصلة ونحن في كل أسبوع نحاول أن نسلط الضوء عليها خاصة بأنها تمسأ الإنسان الفلسطيني عندما يحرم الإنسان الفلسطيني من حريته وهي أغلى القيم التي يحملها الإنسان هذه الحرية نجد بأن الدفاع عنها من قبل من يتمتع بها خارج السجن الفلسطينيين والعرب تكون موسمية الفلسطينيون خرجوا في مظاهرات قبل أشهر عندما أعلن الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام مطالبة بكثير من الحقوق البسيطة لهم في السجون خرجت الجماهير الفلسطينية في مظاهرات في احتسامات وبعد ذلك خفت تلك الاعتصامات كيف يمكن فؤاد خفش إذا كنت معي عبر الهاتف كيف يمكن إعادة حشد الشارع الفلسطيني من أجل التسليط الضوء على هذه الانتهاكات ومحاولة انتزاع حقوق الأسرى الفلسطينيين انتزاعا من السلطات الإسرائيلية وفي هذا الجانب أيضا الأسرى الفلسطينيون هل يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم بأي دور على كل هذه المواضيع ان شاء الله التساؤلات أتمنى أن يكون فؤاد خفش معي في الأسبوع المقبل لنجيب عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر